وللوقوف حول تأثيرات الحالة المدارية في محافظة جنوب الشرقية ينضم إلينا من هناك مراسلنا يعقوب بن يوسف لبلوشي يعقوب أهلا بك ما هي آخر المستجدات حتى اللحظة هناك؟ مرحبا عيسى آخر المستجدات هي انخفاض معدلات الأمطار وانخفاض مناسب المياه في الطرقات المختلفة وبالتالي السماح للمركبات بعبور بعض المجاري المائية بالإضافة إلى إعادة تأهيل وإعادة الخدمات للمرافق المتضررة جراء الأمطار التي هطلت خلال هذين اليومين شبكات الطرق بالإضافة إلى شبكات المياه ومع إلى ذلك عفوا شبكات الكهرباء الحديث أكثر حول خدمات الكهرباء في المحافظة والمناطق التي تأثرت بها ونوع الضرر الذي لحق ببعض الجوانب في ذلك ينضم إلينا المهندس سعيد بن علي العريمي مدير عام التشغيل والصيانة بشركة نمالي توزيع الكهرباء بمحافظات جنوب وشمال الشرقية والوسطى مهندس أهلا بك ومباشرة نضعنا في آخر التحديثات فيما يخص إصلاح وإرجاع شبكة الكهرباء حياك حياك أخي الله أخي يعقوب وشكرا لكم للمتابعة طبعا نحن من بداية الحالة تلقينا تقريبا حوالي 15 أو أكثر من البلاغات في الانقطاعات الشبكة في أماكن مختلفة بدءا من صور المحافظة الولاية وثم الولاية الأخرى جعلان بن أبو علي وجعلان بن أبو حسن تعاملنا معها بس يعني لأننا مستعدين استعداد كامل كفرق كل منطقة لها فريق مختص لعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي فبدأنا كل هذه الخمسة عشر تعاملنا معها ورجعنا الخدمة إلى مناطقها عندنا الآن آخر موقع هو في جعلان بن أبو علي ووادي سال وهذا الآن الموقع اللي نحن فيه تقريبا هو آخر خط يحتاج إرجاعنا تقريبا 90% من الخط الرئيسي المتبقي الخطوط المخفضة والعمال المقاولين مستمرين ونحن معهم وبإذن الله نحاول أن اليوم ترجع الخدمة للمنطقة بالكامل مهندس ما هي نوع العطال التي تضرر بها شبكات الكهرباء في مثل هذه الظروف كما تعلم أخي يعقوب معظم شبكاتنا يعني تكون قريبا من الأودية أو تمر في الأودية لهذا السبب كلما زاد من سوب المياه وجريان الأودية يمكن بعض الأعمال تتضرر وأحيانا أيضا تكون هناك كابلات تتأثر بسبب الأمطار وبالإضافة إلى احتراق بعض المحولات ولله الحمد نحن مستعدين لها من قبل أن تكون الحالة والمواد متوفرة والمقاولين متوفرين لهذا السبب كان يرجع سهل بالنسبة لنا كثير ورجعنا الخدمة في وقت قياسي بالأمس أثناء حركتنا بين المناطق المتأثرة بالحالة الجوية هناك تجمعات مائية لاحظنا وجود أطفال في بعض البرك يقوم بالاستحمام ما هو نوع الخطورة المتوقع خاصة وهي مناطق تتواجد بها أعمال دينارة وكذلك أعمال الكهرباء هذا ما تقوم به نمى دائما للتحذير تحذير المواطنين تحذير المقيمين من مخاطر الكهرباء الكهرباء كما تعلموا هو سلاح ذو حدين لا نستغني عنها أبدا ولكن خطورته كبيرة جدا في حالة أن أسألنا استخدامه ومن ضمن ساعة استخدامه هي يعني أحيانا الأطفال يتركوا للعب قريب من الشبكات الكهرباء من المحولات أحيانا يكون هناك تسرب للأسف الشديد يمكن للكهرباء في حالة أن بعض الأجهزة طمرتها المياه وإذا كان هناك أطفال يلعبون بيكون مكانهم جدا خطر ويمكن يتعرضوا للصعق لا قدر الله ودائما نحن في شركة نمى نعمل على تثقيف وتوعية الناس بأنهم يكونوا مبتعدين عن هذه الأماكن وأماكن قرب المحطات الكهرباء وشبكات الكهرباء في ظل ظروف مثل هذه كيف تم التنسيق مع فروع الشركة المختلفة في الولايات والولايات المحافظة في التعامل مع تأثيرات الحالة نحن دائما متابعين للحالات المناخية التي تحصل في السلطنة وعندنا في جنوب الشرقية المكتب الرئيسي في صور بالإضافة إلى مكتب آخر في جعلان بن أبو حسن وجعلان بن أبو علي طبعا جعلان بن أبو حسن يخدم الكامل الوافي وجعلان بن أبو حسن وجعلان بن أبو علي يخدم المناطق الساحلية والولايات بنفسها جعلان بن أبو علي فيكون عندنا اجتماع نحاول أن نوزع الفرق نتأكد من وجود المواد نتأكد من وجود الاستعداد الكامل لفرق الطواري والصيانة ونعطي كل مجموعة دورها لو حصل أي طاري أنه يكون في أهبة الاستعداد منها حتى تعبية الوقود من قبل أن تحصل الحالة حتى لا قدر الله لو صارت هناك في شحف الوقود يكون الجماعة عندهم الاستعداد الكامل وأيضا نستعد للمواد نطلب المواد الرئيسية تكون موجودة في مخزن جعلان وأيضا نتكلم مع المقاولين الموجودين وناخذ أرقامهم ونحاول أن يكونوا هم أيضا في أهبة الاستعداد إذا احتجنا لهم نحن من أمس إلى اليوم لم نحتاج مقاولين إلا مقاولين الطواري والصيانة الموجودين معنا كل التوفيق مهندس لكم ولي جهودكم شكرا لك عفاك الله شكرا بارك الله فيك ومزاك الله خير إذن هذه عيسى كانت جهود شركة نماء لتوزيع الكهرباء والجهود التي تقوم بها جميع المؤسسات المختلفة لعادة الخدمات لوضعها السابق عيسى الزميل يعقوب بن يوسف البلوشي كنت معنا من محافظة جنوب الشرقية شكرا جزيلا لك